مرحبا مواليد برش الحمل إذا بتكون الساعة 22 بعد ظهر توقيت العالمي أما الأمر الجديد يلي عبي تابع الأمر الجديد حركة القمر رح يولد الأمر يعني الأمر والشمس بيلتقوا سوا عفوا يوم الجمعة 22 أيار مايو بتمام الساعة 45 دقيقة المساء توقيت العالمي يعني 48 دقيقة المساء توقيت بيروت كيف بد يكون هيدا الأسبوع بكل أيامه على مواليد برش الحمل إجمالا من النظرة الأولى بيبين أنه هو أسبوع كتير كتير مهم لمواليد برش الحمل مش شوي كتير مهم التطورات جيدة جدا تتحرك الأمور بقوة على مواليد برش الحمل تنتقلوا من مرحلة انتظار ترقب إلى مرحلة تحرك وحركة ونتائج ومبادرات منكم وأيضا من الآخرين اتجاهكم السبب هو بداية الأسبوع بداية الأسبوع مهمة جدا لمواليد برش الحمل عم بحكي تحديدا عن يوم الثانين وعن يوم الثالثة 18 و19 أيار مايو لأنه الأمر رح بيكون ببرشكم يعني أنتو بتعرفوا أنه تقريبا 13 مرة بالسنة في عنا الأمر بيكون ببرشنا بالنسبة لألكم الأمر رح بيكون ببرشكم الثانين والثالثة 18 و19 أيار مايو معلنا بذلك طي صفحة من الماضي مرحلة ماضي البعيد الماضي القريب شو ما كان وانطلاء صفحة جديدة يمكن خبر يمكن نتيجة يمكن تغيير جذري يمكن تغيير بسيط ناطرين جواب طالع بيكون انتو تاخدوا مبادرة تاخدوا خطوة الفترة ممتازة الثانين والثالثة بعتبرهم من أجمل أيام هالأسبوع يلي أنا بعتبر هيدا الأسبوع من أجمل أسابيع بشهر أيار مايو وحتى بكل هذه الفترة من الأسبوع الممتازة والحلوة فأي مسألة حابين انتو تحطوا تقلكم فيها وبدأ تقل وبدأ اهتمام الثانين والثالثة ما المفروض أبدا فلكيا يخيب الكون أمالكم الأربعة والخميس وأيضا الجمعة حتى الساعة الثانين إلى ثلاث الظهر توقيت العالمي الأمر بيكون ببرش الثور الأجواء عنكن فيها حركة فيها تقدم فيها نوع من مبادرة فيها نوع من تفهم لموضوع معين بحث بموضوع معين ويمكن يكون فيه مفاوضات أو جدال ما مساء المالية قد تظهر على الطاولة فكونوا منتبهين لهذه النقطة عملوا حساباتكم وخططوا الفترة ممتازة كلها صار معنا من الثانين لمنتصف الجمعة ولا أجمل من هيك الجمعة الساعة تسعة إلى ثلاث المساء توقيت بيروت عندنا أمر جديد في برش الشوساء يعني الأمر والشمس الثانية تون برش الشوساء عنكن أنتو في البيت الثالث فحضروا حالكن لحركة كتير كبيرة عنكن على الأرجح سفر تنقل أو خبر في خبر في نوعا من تواصل مع جهة معينة ما رح قول سفر كتير شدد عليها لكن يلي فعلا أنا عم بيشتغل أنه يسافر ويلاقي محل على طيارة بعتبر أنه هالأمر الجديد رح بيساعده بذلك حركة نشيطة بتابع معكم السبت والأحد كل النهار الأسبوع بجعب كرر لموالي بش الحمل من أوله لآخره من أجمل الأسابيع لا يوجد عرقيل لا يوجد توتر عم بحكي فلكيا الأجواء صافية تمامة بالنسبة لألكن الأحوال الفلكية من أجمل ما يكون مع طبعا بدايات ومبادرات حلوة لألكن أول ألكن موالي بش الحمل أسبوع ممتاز ممتاز وإنتو تستئهلوا كلكن محظوظين بصراحة لا يوجد أمور سلبية عند أي من موالي بش الحمل الأجواء حلوة كتير كلكن يمكن الأنشط فيكون 21-22-23 أدار مارس لكن فعلا الكل وضعه ممتاز بداي تمنى لكون أسبوع كتير حلو إلى اللقاء باي باي